كما ينضم إلينا من غزة عبر الهاتف رائد النمسي الناطق باسم الهلال الأحمد الفلسطينية أهلاً سيد رائد يعني قبل أن نعلق على ما أفادنا به زميلنا إبراهيم حول احتمالات ما سيدور في هذا اليوم في مجمع ناصر الطبي فقط أنت في غزة أنت في مدينة غزة كيف تبدو الأوضاع لديك في مدينة غزة أولاً أهلاً بكم في الواقع أنت حدث معكم من مدينة طرفح تحديداً جنوب قطاع غزة وليس من مدينة غزة مبدئياً وحسب المعلومات التي تصل من فرقنا العاملة في قطاع غزة فإن الوضع في شتى المحافظات يبات كارثياً للغاية وخاصة في مناطق شمال غزة التي أصبح المواطنون هناك ويقدرون بـ 300 ألف نسمة دون غذاء أو ماء أو خدمة طبية أيضاً الوضع في محافظة غزة لا يقل سوءاً عنهم هناك يوجد صعوبة بالغة في تلقي الخدمات الصحية نظراً توقف أغلب المشافي وأيضاً هناك مشكلة في الأمن الغذائي والمياه والعلاج ما يحدث الآن في محافظة خانيونس هو مزيد من الممارسات الإسرائيلية بحق المنشآت الصحية وبحق الكوادر الطبية بهدف إخراج جميع المنظومة العاملة في قطاع غزة عن العمل ووضع السكان سواء المرضى أو الجرحة أو المصابين في أوضاع بالغة التعقيد وبالغة الصعوبة في إطار يعني يبدو يعني ينصب في إطار واحد وهو عقاب جماعي يتنتجه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه من الشعب الفلسطيني فهي تريدهم بدون غذاء بدون مياه بدون أيضاً علاج وهذا مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية من جهة ومما يزيد من التحديات المنصعة لعطقنا ككوادر تقدم الخدمات الإسعاطية والصحية والإغاثية طيب فقط وأنت معنا سيد رائد نوضح لمن يستمع إلينا عبر الإذاعة في قطاع غزة أن الآن مراسلتنا في جنوب لبنان وكذلك مراسلتنا في إسرائيل يؤكدان أن الطيران الإسرائيلي يشنس سلسلة من الغارات في عمق الجنوب اللبناني يتبقى طبعاً تفسير معنا كلمة عمق سنتابع هذا الملف خلال هذه التغطية أعود إليك مرة أخرى سيد رائد كم من الهلال الأحمل فلسطيني باق حتى اللحظة في مدن الشمال يا سيد رائد يعني لازلت طواقمنا العاملة في شمال غزة تعمل في النقطة الطبية الميدانية التي أنشأناها بعد أن خرجت جميع مشافي شمال غزة عن العمل جراء الاستيساف الإسرائيلي وطبعاً هذه النقطة ومركز الإسعاف أيضاً التابع لدينا عادة ما يتم اقتحامه والاهداف من قبل قوات الاقتلال الإسرائيلي وتعرض قبل ذلك إلى اعتقال ثمانية من كوادرنا المسعفين ولكن رغم هذه التحديات جميعها يواصل كوادرنا هناك العمل من أجل عدم ترك أهالي شمال غزة دون مقدمة قدمات إسعافية وصحية الآن أيضاً الناطق باسم جيش الاحتلال يؤكد أن الطائرات الإسرائيلية تشنوا غارات داخل لبنان يعني مرة أخرى كلمة داخل لبنان هذه كذلك كلمة تحتاج إلى كثير من التوضيح أشكرك المتحدث باسم الهالي الأحمر الفلسطيني رائد النمس كنت معنا من رفح شكراً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر